بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي الأهلي يطالب مؤسسات الدولة بحسب موقفها من تجاوزات رئيس الزمالك ويسأل ما هي الطرق البديلة للقانون للحفاظ على حقوقنا أرسل النادي الأهلي مكتبات إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية بلاغ لمعالي المستشار النائب العام رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب وزير الداخلية وزير الشباب والرياضة اللجنة الأولمبية المصرية الاتحاد المصري لكرة القدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي أعلن النادي الأهلي رفضه القاطع للتجاوزات لرئيس نادي الزمالك ونظرا لخطورة ما يرتكبه رئيس الزمالك في حق النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره على العلاقة بين جماهير الأنداز شعبي قرر النادي الأهلي تصعيد الموقف لكافة الجهات المعنية في الدولة للإطلاع كلا بمسئولياته في هذه الظروف الحريقة لا سيما أن النادي الأهلي ترفع كثيرا في الرد على تجاوزات رئيس الزمالك رغبة منه في التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصا على المصلحة العليا للبلاد لكن في الآوانة الأخيرة فاقت تجاوزات رئيس الزمالك كل الحدود وفي نفس الوقت لا يزال مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون وهو الذي من المفترض أن يكون مجلس النواب يعني هو المدافع الأول عن حقوق كل الشعب وليس عضو البرلمان فقط كما أن مجلس النواب هو الأصل في التشريع وهو أيضا الأكثر حرصا على تنفيذ آليات القانون وإذا كل هذا أرسل النادي الأهل العديد من المكاتبات الرسمية يلفت ويحذر من الفتنة القادمة لا محالة في الشارع المصري بسبب تجاوزات رئيس الزمالك والذي لا يجد من يحاسبه عن كل تجاوزاته التي تتنافى مع أخلاقيات المصريين وتقالده فقد أرسل النادي الأهل خطابا إلى اللواء مصطفى الشريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية لرفع الأمر ولفت النظر لخطورة الموقف الحالي لا سيما وأن الأهل ومجلس إدارته وجماهيره فاض بهم الكيل من تصرفات رئيس الزمالك كما أرسل النادي خطابا إلى معالي رئيس الوزراء يؤكد فيه أنه لجأ إلى كافة الجهات المعنية داخل البلاد وتساءل النادي في خطابه هل هناك طرق مشروعة أخرى بخلاف الطرق القانونية في ظل حالة الصمت غير المبرر تجاه تجاوزات المذكور كما أرسل النادي الأهلي خطابا إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يطالبه بأن يمثل رئيس نادي الزمالك أمام القانون في دولة القانون أسوة بكل المصريين وأنه على مجلس النواب أن ينحاز لكل أفراد الشعب المصري وليس العضو للبرلمان فقط الذي يستثمر الحصانة في الهروب بتجاوزاته وإساءاته للآخرين كما أرسل النادي الأهلي خطابا إلى معالي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للفت الانتباه بأن رئيس الزمالك يلعب بالنار في وقت تحتاج فيه البلاد للتكاتف وليس التنافر وأن ما يرتكبه رئيس الزمالك من تصرفات غير أخلاقية عبر شاشات القنوات الفضائية إساءة لكل الأسر المصرية وأنه فاق كل الحدود ولا يمكن السكوت عنه وينذر بفتنة في الشارع المصري أرسل أيضا النادي الأهلي خطابا إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفة الوزارية والمسؤول الأول عن الرياضة المصرية أرسل فيه بأن يكون هناك رد قاطع إما بمحاسبة رئيس الزمالك بالقانون أو إفادة النادي الأهلي بالطرق الشرعية البديلة للحفاظ على حقوق مجلس إدارته وجماهيره كما تقدم الأهلي ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام مدعوما بالمستندات وبكل تجاوزات رئيس الزمالك غير الأخلاقية ويطالب فيها بسرعة التحقيق وتطبيق العدالة وأرسل النادي الأهلي خطابا إلى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وطالبه النادي بالرد على عدم باته في الشكوى السابقة في حق رئيس الزمالك وتطبيق مبادئ الميثاق الأولمبي للحفاظ على الأسرة الرياضية بعد خروقات رئيس الزمالك للعلاقة بين جماهير الأندية المصرية أيضا أرسل النادي الأهلي خطابا إلى الأستاذ عمر الجنيني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد المصري لكرة القدم وطالبه فيها بتنفيذ وعوده التي أعلنها على الملأ عند توليه المسئولية بأنه سوف يتخذ إجراءات راضعة اتجاه أي تجاوز من إدارات الأندية وهو ما لم يحدث حتى الآن خاصة وأن النادي الأهلي أرسل شكوى ممثلة لاتحاد كرة القدم في يناير الماضي أيضا تم إرسال شكوى أخرى عقب مباراة السوبر المحلي بسبب تجاوزات المذكور في حق مجلس إدارة الأهلي في المأصورة الرئيسية عقب المباراة مباشرة ولكن اللجنة المؤقتة للاتحاد لم تنظر هذا الأمر لأسباب هي تعلمها كما أرسل النادي الأهلي خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وآخر للجنة ضبط الأداء الإعلامي الرياضي ومرفق معه تجاوزات رئيس الزمالك على سيديهات وطالب النادي الأهلي كافة الجهات المعنية الاطلاع بمسؤولياتها والتصدي لهذا المتجاوز بالقانون وأن لا تقف الحصانة البرلمانية حامية للتجاوزات والخروج عن الأداب العامة والإساءة لكل الأسر المصرية طيب خلينا نروح للمستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي أستاذ محمد إزاي حضرتك يا فاندن حضرتك متأخرة كابتن الإسلام على حضرتك وعلى كل مشاهدينك الكرام يعني سيادة المستشار مهم جدا أن جمهور النادي الأهلي يعرف ومش الجمهور نادي الأهلي بس ولكن جمهور مصر بالكامل يعرف ماذا حدث خلال إمبارحه النهاردة والنادي الأهلي الخطابات اللي أرسلها دي هل ستجد صداها ولا لأ أولا خليني أوضح لحضرتك ولمشاهدينك الكرام المسألة لم تعد جمهور الكرة أو جمهور الأهلي أو جمهور الزمالك الأمر ببعض هذه التجاوزات والألفاظ وخدش سمعة العائلات وقصف سيدات فضليات محصنات في البيوت لا علاقة لهم بالأمر من قريب أو من بعيد أو بأي خلاف رياضي إنه وجد أو صح فبالتالي إحنا لا نتحدث عن قضية تخص النهر الأهلي أو مجلس إدارة النهر الأهلي أو الزمالك بقدر ما نتحدث على مسألة أخلاقية مسألة إحنا كمجتمع شرقي وعربي عندنا تقاليد عندنا أخلاقيات هذه الألفاظ التي تقول وتناول الناس بهذا الشكل وبهذه الصورة أعتقد أن كل المجتمع المصري بيرفض هذه السلوكيات النهر الأهلي منذ بداية الأمر لم يلتجئ إلا للقانون ثقة منه في مؤسسة الدولة وتقديرا منه واحتراما لكل مؤسسة الدولة هذه المؤسسات سواء كانت مؤسسات تنفيذية ممثلة في معالي دولة رئيس مجلس الوزراء أو تشريعية ممثلة في السيد المسترم الدكتور علي عبد العالي رئيس مجلس النواج وأيضا علي الوزير أشرف صبحي واللجنة الأولمبية والتحاد الكرة كل هذه الجهات هي جهات مختصة بضبط المفترض بضبط السلوكيات الرياضية أو الحفاظ على الأخلاق والسلوك الرياضي السليم لجعنا إلى هذه الجهات منذ يناير الماضي كل هذه الإجراءات اللي احنا اتخذناها في اقتر القانون حتى الآن لم نصل إلى نتيجة فيها محددة الإجراءات معطلة القانون معطل في مواجهة هذه التجاوزات بزعم أن هناك حصانة أو حماية برلمانية الأصل أن الحصانة البرلمانية هي مقررة للنائب لما يجي من قراء تحت قبة البرلمان ولا المفترض أنها لا تحمي من يصد ومن يقذف ومن يخدش حياء الناس أو أعراض الناس ويتناول الأسر والعائلات بالكذب وبالباطل وبالبغتان لأن هذا الحديث يصير الفتن بين الجماهير ومسألة عاملة استياء كبير لدى كل المجتمع المصر تمام حضرتك في بداية البيان اللي وزعه النادي الأهلي قال إن هل هناك طرق شرعية بديلة يمكن استخدامها؟ هل بالفعل هناك أستاذ محمد أسات المستشار؟ من الممكن أن تكون هناك طرق شرعية أخرى يمكن أن يتجه إليها النادي الأهلي؟ وفي الحقيقة ده سؤال وجهة قدارة المالي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لكل الجهات اللي إحنا خاطبناها بنقوله إحنا سلكنا طريق القانون ولم نتحصل على حقوقنا الأدبية فإحنا بنسأل حضراتكم جميعاً هل هناك طرق بديلة نقتص بيها لحقوقنا وندافع بيها عن أنفسنا ونحافظ بيها على حقوقنا الأدبية والمبادية إحنا بننتظر إجابة من كل الجهات اللي النادي الأهلي خاطبها تمام هل هننتظر؟ النادي الأهلي سنتظر بالطبع إجابات على هذه الخطابات بالطبع ننتظر إجابات وأيضاً إحنا مستمرين في كل إجراءاتنا القانونية لن نتوقف لحظة واحدة ولا هذه الأمور لن نهتز لها لأن في الحقيقة أنت وانت بتدافع أنت بتدافعش عن أعضاء مجلس إجارة الأهلي بالقدر من ندافع عن قيم وتقاليد للمجتمع المصري يجري اختراقها كل يوم ليلاً بصورة موسيئة بصورة تنال من الدولة وتنال من مؤسساتها وتنال من الشخصيات العامة المصرية والوطنية اللي هم أعمدة هذه الدولة ننتكلم عن كابت المحمود الخطيب أنت ننتكلمش عن مبرد رياضي أهلاه ولا أنت تتحدث عن قيمة أخلاقية ورياضية بيدرب به المثل في الاحترام وفي السلوك الرجل تحمل كثيراً ولم ينزلق لأي أساليب رخيصة وبيتبع الطريق الذي رسمه القانون لأنه أنت النهاردة مبتاب عام وبترفض التجاوزات التي حصلت أو وقعت في حق الكابت المحمود الخطيب ومجلس بلت النبي الأهلي وجمهيره فأنت بترفض سلوكيات بيستهجنها كل الشعب المصري وكل المجتمع المصري لأن الأمور لم يعد لها علاقة بالرياضة الأمور تدخلت في أمور أخرى بعيدة عن الرياضة تمام سيادة المستشار هل الخطوات القادمة إيه؟ الخطوات القادمة مستمرين في كل استفاق إجراءات لأنه إحنا في بلال جديد للنائبة العامي تقدم النهاردة بنستوفي كل هذه الإجراءات وإحنا مستمرين في كل الإجراءات التي رسمها القانون ولن ننزلق لأي طرق أو أساليب أخرى طبعاً ده حرصاً وتقديراً لقيمة ومكانة وقتياً وتقاليد النبي الأهلي أنا أشكرك شكراً جزيلاً يا سيادة المستشار المستشار القانوني لندي الأهلي المستشار محمد عثمان وهو بيتكلم مع حضراتكم يعني بيقصت للجمهور المصري أو للجمهور اللي بيتفرج علينا الجمهور اللي بيتفرج علينا شايف المستشار محمد عثمان هو بيتكلم الطرق القانونية هي إحنا بلد قانون بالمناسبة عشان كده الطرق القانونية هي اللي حتجيب لنا هي ده الطريق الوحيد اللي إحنا نقدر نخده هو ده الطريق الوحيد اللي إحنا نقدر نخده وده حيبقى تعليقي الوحيد والأخير في هذا الموضوع ده حيبقى تعليقي لأننا عارف أن فيه ناس كتيرة جداً مستنية تعليقي لكن انا تعليق الوحيد هو ان انا لان يا جماعة وانا اسف ان انا هقول هذا الكلام لاني لازم اقوله من اللحظات التاريخية في حياتي انا الشخصية كلاعب كرة قدم اللحظات اللي قابلت فيها كابتن محمود الخطيب من اللحظات التاريخية في حياتي وما اعتقدش انها في حياتي انا الوحدي في حيات كتير قوي قوي من لعبت الكرة لما بعلم ولادي لما بعلم ولادي الادب والاخلاق والاحترام الادب والاخلاق والاحترام بقولهم بصوا على القيمة محمود الخطيب شوفوا محمود الخطيب بيتعامل ازاي ساعات بروح النادي الكابتن بيبقى قاعد قدامنا قاعد في وسط الناس في عداء الجمعية العمومية بنبقى قاعدين بعيد بنشوفوا بيتحرك ازاي بيتكلم ازاي بيسلم على الناس ازاي هتقولي انت بتقولي الكلام ده على اقل الاهلوية واللي بيحبه كابتن محمود الخطيب عارفين كويس اوي الكلام اللي انا بقوله للباقي بقى اللي ما يعرفش الكلام ده انا مش بقول الكلام ده عشان انا في قناة النادي الاهلي انا بكره حمشي من قناة النادي الاهلي يعني الموضوع مش ان انا موجود في قناة النادي الاهلي ولكن الموضوع ان انا بالنسبالي محمود الخطيب قيمة كبيرة جدا 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 ولو كنت في قناة أخرى لو كنت في قناة أخرى كنت حاطلة أقول مثل هذا الكلام لأن أنت بتتكلم على قيمة كبيرة جدا جدا في عالم الرياضة المصرعية قيمة فنية جوه الملعب وقيمة أخلاقية برا الملعب قيمة أخلاقية إحنا نفسنا كشباب أو يعني بنعتبر نفسنا في منتصف العمر بنشوف الرجل دا وبنتعلم منه أنا بتكلم على نفسي اللي شايف أن أنا أو اللي شايف أن الكابتن محمود الخطيب حاجة تانية هو حر لكن أنا بتكلم على نفسي أنا بالنسبة لي الكابتن محمود الخطيب دا قدوة بنبصله كده قدوة في الأخلاق سيبكوا بقى من أي حاجة تانية ولكن في رده في احترامه في استماعه لوجهات النظر في استماعه لوجهات النظر في كل الأمور في كل الأمور مفيش حاجة هتهز اسم محمود الخطيب مفيش حاجة هتهز اسم محمود الخطيب ولكن كابتن محمود الخطيب بالنسبة لنا كابتن محمود الخطيب لاعب النادي الأهلي ومدير الكورة في النادي الأهلي ونائب رئيس النادي الأهلي وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس النادي الأهلي مؤخراً هيفضل بالنسبة لنا قيمة كبيرة جداً 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 والمرة تانية لو هو كابت المحمود ما كانش رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في ذلك الوقت وكان هناك اسم آخر هو رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كنت أحطلع أقول الكلام ده لو كان حصل الكلام ده كله وكنت أتمنى أن أنا أكون حتى ولو في قناة منافسة للأهلي عشان أطلع أقول الكلام ده خدوا بالحضراتكم في ناس كتيرة جدا من من لا يشجع النادي الأهلي مش راضين على اللي بيحصل ومش راضين على الكلام ده كله ولكن في النهاية إحنا حنمشي على حسب سياسة النادي وحنمشي على حسب سياسة القدوة بتاعنا كابت المحمود الخطيب وحنكتفي مع أنه في كلام كتير جدا ممكن نقوله ولكن إحنا حنكتفي بالخطابات القانونية اللي اتبعتت وحنكتفي بالبيان اللي اتقال ومش هنتكلم في الموضوع ده تاني ولكن أنا بتكلم على الكابت الخطيب من قلبي من قلبي مش بتكلم رياء ونفاق وزي ما مش بتكلم رياء ونفاق مش عايز أتكلم على حد تاني فاتفرجوا شوفوا حاجات بسيطة جدا حاجات بسيطة جدا من من اسم محمود الخطيب ومن احترام محمود الخطيب ما كنتش حابب ان انا اتكلم في اي حاجة خالص ولكن انا بالنسبالي لما يبقى في رمز في هذا البلد العظيم رمز في هذا البلد العظيم اي رمز انا بتكلم في الرياضة لان انا بتاع رياضة بتاع كورة فاي رمز اه حيفضل بالنسبالنا قدوة كبيرة جدا باخلاقه وبمبادئه وباحترامه للناس وبحب الناس ليه من الاهلوية ومن اللي ما بيشجعش الاهلي كمان بالمناسبة يعني لان النهاردة الواحد سمع كتير جدا 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 فحنكتفي بالاجراءات القانونية اللي اخدها النادي الاهلي الخطابات اللي اتبعتت لكل الجهات المسؤولة في الدولة وسننتظر الرد قريبا ان شاء الله واخدوا بالحضراتكم احنا عندنا فريق كرة وبما اني بكال احنا عندنا النادي الاهلي فيه شوف كام لعبة لكن انا هتكلم على كرة القادة احنا عندنا مطش بكر كل اللي انا بقوله ده او كل اللي بيحصل ده لن يؤثر بشكل سلبي لانه لو تفتكروا من 3-4 ايام انا قلت لحضراتكم ايه لما من 3-4 ايام قلتلكوا يا جماعة ان الفترة اللي جاية هتلاقوا تخبيط من كل الاتجاهات عايزين الناس الملعب موجود واللعبة بتوعنا التلاتين اللاعب اللي موجودين او القايمة اللي موجودة بكرة في مباراة الانتاج الحربي هتلاقوا مركزين في الملعب فقط مش مركزين في حاجة تانية مش مركزين في اي حاجة تانية هو ده النادي الاهلي هنفضل ماشيين في طريقنا وحنفضل ماشيين في الطريق اللي مرسوم لنا عشان جمهورنا اللي واقف في ظهرنا يتبسط ويفرح هو ده اللي احنا هنفضل نعمله وحنفضل دايماً ماشيين به وحنفضل دايماً نتحرك فيه وعمرنا ما هنلتفت لأي حد ودايماً من الحاجات اللي انا تعلمتها شخصياً من النادي الاهلي ان انا يوم لما حد يقول لي يا اسلام انت وحش هقول لي اوكي اذا كانت كلمة وحش دي بيعاقب عليها القانون هروح للقانون واشوف الطرق القانونية المشروعة واروح اعملها واروح ارفع قضية اروح اعمل كذا اروح اعمل كذا هو ده اللي انا تعلمته من النادي الاهلي فحنفضل ماشيين في طريقنا والموضوع بالنسبة لنا عند النقطة دي وبالنسبة لنا تحديداً في ملعب الاهلي الموضوع انتهى اصبح هناك خطابات رسمية لكل الجهات اللي حضراتكم سمعتوها ومستشار القانوني محمد عثمان هنتابعه كل كام يوم نعرف اخبار الموضوع ايه وحنتكلم احنا في ملعب الاهلي عن كرة القدم عشان عندنا مباراة مهمة بكر تالت مباراة في الدوري او تاني مباراة في الدوري العام المصري نادي الاهلي سيلاقي الانتاج الحربي قايمة تضم 18 لاعب او تضم هقول لحضراتكم شريف اكرامي محمد الشناوي وصطفى شوبير رومي ربيعة ايمان اشرف ياسر ابراهيم علي معلول محمود وحيد محمد هاني احمد فتحي رمضان صبحي حمدي فتحي وليد سليمان حسين الشحات عمر السلية مجدي افشة حسام عشور جيرالدو جونيور اجيه وليد ازارو وصلاح محسن دي القايمة اللي اعلانها مستر ريني فيلر المدير الفني للنادي الاهلي قرة القدم هي طريقنا هنفضل ماشين في طريق او في هذا الشكل وبهذا المنظر النهاردة هنبقى مع حضراتكم بعد قليل هيكون معايا تلاتة من نجومنا الكبار النجم الكبير الكابتن فتحي نصير النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبدالصمد النجم الكبير الكابتن محمد حشيش هنتكلم في كرة القدم هنتكلم في اي حاجة تانية هنتكلم في كرة القدم ازاي النادي الاهلي يلعب بكرة من وجهة نظرهم كيف سيلعب النادي الاهلي المباريات السابقة المباريات القادمة عندنا اتنين في واحد شامبو وبلسم عندنا مباريوم الاربع ومباريوم السبت فأهل من اتنين وسبعين ساعة هنتكلم في كل هذه الامور وهنتكلم مع حضراتكم في كرة القدم ونشوف ايه اللي هيحصل فيه مباراة غدا خلينا نطلع نشوف تقرير عن الاهلي يختتم استعداداته للانتاج الحربي وحنرجع بقى نكمل مع حضراتكم بقية اخبار اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزيزي المشاهدين معلش احنا عرضنا لحضراتكم تقرير كابتن مختار مختار واحنا عملنا كده لانه كابتن مختار مختار زي ما قلت لحضراتكم من 3 ا4 ايام قلت لحضراتكم ايه قلت لكم ان من ضمن الحرب اللي دايما بتعلن عن النادي الاهلي وده هتشوفوه بكرة او بعده هتشوفوه خلال الايام اللي جاية هقول لك اصلا كابتن مختار مختار راجل اهلاوي كابتن مختار مختار راجل اهلاوي ولكنه رجل من افضل المديرين الفنيين اللي موجودين في مصر رجل دائما ما بيبحث عن المكسب ضد النادي الاهلي ضد نادي الاتحاد ضد نادي الزمالك ضد نادي اي نادي بيلعب قدامه كابتن مختار طول عمره معروف ان هو دائما من ضمن الحاجات اللي حتحصل الأيام اللي جاية خدوا بالكم عشان برضو يبقى أنا قلت مرة واثنين وفي الآخر حضراتكم بتشوفوا وحضراتكم بتسمعوا الكلام اللي بيحصل برة وبتعرفوا وبتشوفوا بترجعوا تقولوا صح فعلا قناة النادي الأهلي قالت هذا الكلام فكابتن مختار مختار من أصعب المباريات اللي دايما بيلعبها النادي الأهلي هي أمام الكابتن مختار مختار انت ليه بتسبق إسلامه وتقول الكلام ده ما تستنى لمطش بكرة النادي الأهلي ممكن جدا يكسب بكرة الانتاج الحربي ليه لا محدش عارف كرة القدم فيها ثلاث نتائج التعادل والهزيمة والمكسب محدش عارف بكرة إيه اللي حيحصل ولكن الأقرب احتمالات ونتائج وكل شيء وفارق تاريخ وفارق لاعبين وفارق ميزانياء فارق كل حاجة للنادي الأهلي ولكن كرة القدم لا تعترف إلا بالمجهود جوه الملعب فقط فقط مهما نقوله مهما الكابت سيد عبد الحفيز فمن دورنا ان احنا ندافع ونخليهم دايما فقط في الملعب اللاعبين اللي متواجدين يفكروا بس في الملعب عشان يسعدوا جمهورهم ازاي الباقي ده مش بتاعهم الباقي ده بتاعنا فكل الناس عايزة النادي الاهلي يطلع برا الملعب او لعبت النادي الاهلي اللي موجودة والجهاز الفني يطلعوا برا الملعب ويفكروا برا الملعب وده مش هيحصل ان شاء الله كل اللاعب هتفضل مركزة انت ليه بتقول الكلام ده عم اسلام انا بقول الكلام ده علشان اللي حيحصل بكرة وبعده وبعده هتشوفوا اللي حيحصل هتسمعوا بودانكوا اللي حيحصل لكن في النهاية كرة القدم لا تعترف الا بالمجهود المجهود فقط اللي جهو الملعب هو ده اللي احنا تعلمناه وهو ده اللي احنا عارفينه وهي دي حياتنا في النادي الاهلي ان انت ما بتلعب مطش بتكسب بتعدي المطش خلاص مطش انتهت بتكسب بطولة بتكسبها بتعدي البطولة البطولة انتهت بقت في التاريخ بتكسب قبل نهائي أو نهائي أو كذا أو كذا بتعدي الموضوع و بتفكر في اللي جاي لقدر الله لو حصل لك أي تعثر هو ده الفرق بقى لو لقدر الله حصل لك أي تعثر بتلاقي ما دي الأهل بيقفوا بسرعة هي دي الأندية الكبيرة هي دي الأندية اللي الجمهور بتاعها بيقف في ظهرها و بيفضل واقف في ظهرها و بيحبوا من قلبه بيحبوا من قلبه فكرة القدم فيها كل شيء وفيها حروب كروية طبعا وحروب أو معارك كروية أو رياضية ولكن من المفترض أنها تكون معارك محترمة فحنفضل ماشيين في هذا الاتجاه وحنفضل ماشيين في هذا الطريق وحنفضل نساند فريق النادي الأهلي وحنفضل نقف وراء فرقتنا وحنفضل نقف وراء لعبتنا نهارده ناس كتيرة جدا بتتكلم أن ريني فيلر المدير الفني للنادي الأهلي طلع أليو ديانج بره الثمنتاشر أو بره القايمة حضراتكم عارفين الرجل ده بيفكر إزاي؟ محدش عارف أنا نفسي مش عارف الرجل ده بيفكر إزاي مش أنا نفسي يعني ما بسأل كل خبراءنا قبل ما نقعد قبل ما نخش على الهوى محدش عارف الرجل بيفكر إزاي محدش عارف هل ممكن هو شايل أليو ديانج المطشي أسوان مثلا؟ مثلا أنا معرفش أنا معنديش معلومة لكن أنا بقول مثلا يعني هل هو شايف أن أليو مثلا في التمرين تندول وهو دائما دائما الرجل ده بيبص للتمرين وبيبص لللاعبين في التمرين هل شايف أن أليو ديانج بحتاج أن هو يريح المباراة دي بعد المجهود الكبير اللي بازله في المباراة السابقة؟ حاجات كتيرة جدا إحنا كجمهور أو متابعين لفريق الأول لكرة القدم في النجل الأهلي آه متابعين وعارفين التدريبات وعارفين كل الحاجة لكن مش عارفين إيه اللي بيحصل محدش عارف إيه اللي في دماغ الراجل يعني أنا أو غيري محدش عارف دماغ الراجل فيها إيه الراجل اشتغل بدماغه في الأربع مبارات السابقة ربنا كرامنا محدش عارف برضه ب心 Ninja ما حادش عارف بكرة إيه اللي حيحصل؟ ربنا يكرمنا ونكسب وان شاء الله نعمل مباراة جميلة جدا ولكن لان ناس كتيرة جدا كل ما حد يشوفني يقولي كابتن هو اليو ديانج برا ليه والله انا معرفش انا نفسي معرفش ولكن الراجل الوحيد والجهاز المعاون هو اللي يعرف اليو ديانج ليه انا يعني بتكلم مع حضراتكم او بتناقش مع حضراتكم ممكن يكون فكرة من الافكار ان هو عايز يشيل الماتش اسوان فكرة من الافكار ان هو كان تعبان او عنده شد بسيط او عنده حاجة بسيطة فمش عايز يزودها فكرة بسيطة ان هو يكون عنده اه شيء في دماغه هو محوش اه اليو ديانج لشيء معين في دماغه محدش عادة كرة القدم فيها كل شيء ربنا يكرمنا بكرة عندنا مباراة صعبة عندنا مباراة مع جهاز فني محترم عندنا مباراة مع فريق محترم جدا اه اه كسب اولى مباراة اه تلاتة صفر وبالتالي عنده دفعة البدايات اه بيلعب النادي الاهلي عايز يكسب عنده مدير فني مخضرم في الدولي العام المصري حاجات كتيرة جدا هنتكلم فيها وحاجات كتيرة جدا جدا هنتكلم فيها مع اه ديوفنا الكبار كل الامنيات الطيبة ان شاء الله بكرة للنادي الاهلي ان يستطيع ان يفوز في تاني مباراة الدولي العام اه المصري عايز اقول لحضراتكم احنا من خلال من خلال قناة النادي الاهلي وكالعادة اعمل شارة مع حضراتكم من الساعة ستة ساعتين ما قبل مباراة النادي الاهلي والانتاج الحربي نحاول ننقل حضراتكم او كالعادة يعني ننقل لحضراتكم كل كواليس مباراة النادي الاهلي الفندق والعربية وهي رايحة الاوتوبيس يعني وهو رايح واللعابين قبل التسخين والتسخين بيبقى عامل ازاي والفريق اللي حيلعب مين ال 11 اللي هلعبه ومن السبع البودلاء كل حاجة حضراتكم بتعرفوها دائما من الساعتين اللي قبل المباراة من خلال قناة النادي الاهلي بكرة ان شاء الله هكون مع حضراتكم في تمام الساعة السادسة هقرأ بس بس سريعا جدا بعض الاخبار اللي عندي كابتن سال عبدالحفيز بيقول نحترم الانتاج ونتطلع لتحقيق اهدافنا قبل توقف الدوري زي ما حضراتكم عارفين في مباراة يوم بكرة ان شاء الله وفي مباراة يوم السابت مع اسوان بعد مباراة النادي الاهلي واسوان سيتم ايقاف الدوري بالنسبة للنادي الاهلي واللاعبين المنضمين اللي هيختاروا من كابتن حسام البدل المدير الفني الجديد للنادي الاهلي هيتم الاعلان عنهم يوم الخميس وبالتالي يوم السبت يلعبوا مباراة اسوان وبعد كده يروح اللاعبين المنضمين من النادي الاهلي الى معسكر المنتخب ان شاء الله يرجعوا على مباراة الزمالك اللي هتبقى ان شاء الله في الأسبوع الرابع اللي هتبقى يوم 19 عشر فالكابتس عبدالحفيز قال ان الانتاج الحربي يحظى بكل احترام وتقدير من النادي الأهلي وهناك اهتمام كبير وتركيز من الجميع قبل هذه المواجهة قال مدير الكرة ان الانتاج الحربي فريق يدم جهازا فنيا محترما بقيادة مختار مختار وقدم كرة جيدة خلال الموسم الماضي أيضا عايزة أطمن حضراتكم على محمود متولي محمود متولي بيجري أشعة جديدة النهاردة والتعرف طبعا على نسبة استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع على كابتن مختار مختار أعلن بالفعل قائمة الانتاج الحربي أمام النادي الأهلي عامر عامر وأحمد يحيا في حراسة المرمى شديد إيناوي والسيد الشبراوي ومعازي الحناوي ومحمد بزوكا وهاب أنان دول خط الدفاع وغنان محمد وأيمن الترابلسي وأحمد مجدي وكريم لالا ومحمد عادل وأبراهيم عبدالخالق وعلاق سلامة ومحمد فييرا وموسى ديوارا أما خط الهجوم أمادو أنياس ومحمد رجب كابتن مختار استبعد باسم مرسي وأحمد ويدار ومصطفى البدري من قائمة الانتاج الحربي إن شاء الله بكرة تبقى مباراة ممتعة طليق باسم الناديين الكبيرين سواء النادي الأهلي أو نادي الانتاج الحربي هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل أستقبل ثلاثة من نجمنا الكبار نجم الكبير الكابتن فاتح نصير نجم الكبير كابتن إبراهيم عبدالصمد نجم الكبير كابتن محمد حشيش بعد هذا الفاصل موسيقى جي النهار ما بيتولد في يوم جديد كل لحظة يتولد إنسان جديد زي النهار ما بيتولد في يوم جديد كل لحظة يتولد إنسان جديد يا رب لبكرة الأمان البعيد موسيقى سأف إنت وهو وهي تسقي سام القلب قوية سمع طل الدنيا حكاية العين في المصر الحبيب حكاية العين في المصر الحبيب بيبو 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 حب الناس والناس حبوه وقت الشدة دايما ينجوه ديبوه 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 إنسان من وادي النيل لو هم متواضع وقصير راجل والرجال كتير في مصر بيحب الخير لمصر راجل والرجال كتير في مصر بيحب الخير لمصر جنان في أحراف النصر النصر محمود الخطير 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 كبير كابتن محمد حشيش كابتن إسلام إزاي؟ كابتن فتحي خليني أبدأ مع حضرتك النهاردة مباراة الاتحاد والجونة محمود الخطير محمود الخطير محمود الخطير محمود الخطير فتحي deadly وحاصل وحاصل محمود الخطير المفت封 وعد النادي الأهل بعيدا عن نادي الأهلي الكلام عن نادي الأهلي الوحيد نادي الأهلي حقول نادي الأهلي شايفي الجديد لقيت الفرق هي كرة القدم الأسلوب اللي بنلعب بالمسلم السابق اللعيبة هم هم الشوية اللعيبة الانتقالات في المركاتو الصيفي اللي اتعمل ده اتنقلوا مجموعة الثلاثين خمسة وثلاثين لاعب مع الاثناشر نادي طلع أهل وزمالك منهم اتوزعوا على كل هذه الاندية بدأوا انهم فانت حتلاقي نفس اللعيبة نفس السلوب بس طبعا في الأول عايزين وقت الغيط ما تبص تلاقي اللعب الجماعي والربط بين الفرقة وما عندهمش وقت كتير انهم يحضروا لان المسلم كان لسه منتهي ثم مسلم يبدأ على طول فمنت شايف ان الدور يبدأ البداية القوية بدليل نتائج واحد صفر 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 تعادل الا زكاد فرق فرق وخصوصا الفرق اللي هي صعدة فرق الصعدة طبعا خشفها جوال كتير لان مستوى فرق جبير بين الفريق اول او فريق الدور الممتاز وفرق الدرجة التانية ولو تلاحظ برضو كاباتين كابتن اسلام كابتن امراهيم كابتن حشيش فرق الدرجة اللي هما الفرق اللي صعدت اللي هما الفرق الصعدين التلت فرق اكبر متوسط اعمار ثمانية عشرين سنة ونص ايو لانه خدوا كل الخبرات اللي موجودين في الدور الممتاز اما الفرق اللي هي بتزبط نفسها يعني مثلا اسماعيلي اصغر فرق في الدور تلت عشرين سنة ونص ايو تقول للنادي الاهلي سبعة عشرين سنة وده احسن سن نضج لأي فرق في العالم مش للنادي الاهلي انا بقول الكرة العالمية في كاسعالم فرق بتكسب كاسعالم ست عشرين سنة ونص سبعة عشرين سنة فالنادي الاهلي سبعة عشرين سنة هنتكلم على الانتاج وبرضو النادي الاهلي في اللي جاي ده فلكن انت بتلاحظ ان القوة الدوري والمنافسة والحدية وارتفاع مستوى يعني النهاردة الاتحاد عنده امكانات كبيرة قوي وعنده اعداد كويس عنده مدرب نفسي حكاية عند الجونة واحد صفر انا متخيل في الدور ده ممكن تلها التجوال في اتنين يعني تحس ان فيه فيه كرة بتتلعب يعني الجلده مجالش النتيجة سفر سفر فماقدرش اقول دلوقتي ان الدوري فيه الجديد او قدم لنا جديد او قدم لنا لاعب متميز جديد ان يشوف الملامح اللي زهرة انه كل فرق مهتمة وكل الفرق مضامنا ولسه ما تحسش انه كرة القدم الحقيقية اللي احنا عاوزينها في الهجوم والدفاع والتغيير من الدفاع الهجوم والانتقال والفرص الضيعة والتزديد وما تعرفش اللتيجة المباراة لغاية اخر ثانية واضاعة اهداف وتسجيل اهداف كل ده غير موجود يعني تلاقي الماتش لسه الدوري بادئها اللي بادئ ده ماتش والتنين دلالة على ان اللعبة لسه من سجموش مع بعض ايو لان اقال لنادي يا كابتن اسلام متغيرين اللي هم اشتروا لعبة في المركز الصيفي ده 8 لعبين و10 لعبين وفيه فرق واخدى 13 لعب فيه 14 لعب كل ده عشان تربطهم هتربطهم ازاي عشان كده لما انا بقول النادي الاهلي لان الاهلي ما اجابش جارتين تأتي بس ما اجابش حد تاني فالفرقة مربوطة بقيت الفرقة ده اقل نادي النادي الاهلي ونادي دجلة نادي الاهلي جاب اربعة نادي دجلة جاب تلاتة بس في الانتخالات الشفية الانتخالات الصيفية بقيت الاندية اللي مغير تمانية واللي مغير تسعة واللي مغير عشرة واللي شار اتناشر واللي شار ترتاشر واللي شار اربعتاشر يعني عربعتاشر عن اكتر من فرقة والاحتياطي بتاعهم فازاي حتلاقي اللعب الجماعي مش هتلاقيه الا بعد ماتشين تلاتة تباري الجماعية ويباني الاداء ويباني الشكل للفرق حتى دلوقتي انت مص ام بي الكابتن علماء غير لعيبة قد ايه وشوف شكل الفرق ايه لم يوفق في الماتشاكل الاوليية مش معنى كده ان علماء وحش علماء من الناس كويسي بدي مثلا لان امبي فرق من الفرق اللي بيعتبرها من التمنى الكويسية وهو النهاردة مفيش ترتبوا ايه ورايح فين ومش عارف يكسر ماتش برضو لعيبة لعيبة جداد لعيبة جداد دي عايزة وقت انهم ينصهروا انا بقول الدوري حتى الان لم يعني او لسه لم يتضح نقول لا بالزبط لسه لم يتضح نصبر عليه بعد الاقاف بعد الاقاف عشان دي هتدي فرصة كويسة بعد المنتخب هتدي فرصة كويسة هو فيه برضو نفس السؤال ده فيه تباين في المستويات بعض الفرق بتقدي اداء جيد جدا وعندها الدوافع عالية جدا للمكسب وفيه فرق اللي هي متعودة دايما ان هي تبقى في المنتصف بتقدي اداء فاتر جدا وضعيف جدا وما عندهاش الدوافع انها تكسب الفرق اللي عملت اعداد كويس وعملت معسكرات وعملت ماتشات ودية كويسة ولعبوا في افريقيا ولعبوا في الدورة العربية المستوىات بتاعتها عالية نظرا للعدد الماتشات اللي لعبوها قبل بداية الدورة وبالتالي مستوى اللياقة البدنية واللياقة الفنية بتاعتهم بقيت عالية شوية عن بقية الفرق التانية فبالتالي بنتلاقي تباين تباين في المستويات في الفرق اللي صعدة الفرق اللي صعدة طبعا مع ضعف الامكانيات المادية والفنية ما قدوش يستعينوا بخرضات كتير وبالتالي الفرق اللي صعدة كلها بتلاقي بتلاقي صعوبات جدا في الماتشات اللي بتتلعب يعني أسوان مغلوب على ملعبه ومتعدل الماتش التاني الف سي مصر متعدل مع أسوان ومغلوب الماتش الأولاني الوحيدة تنطل كسبة ملعبها واحد سفر فيه فرق برضو بتقدم جدا اللي أقل بدانية والاستعانة بعدد اللعيبة زي ما قال الكابتل الفاتحي استعانة بعدد اللعيبة ليلين الدور الممتاز محتاج خبرات للدور الممتاز مش أي لعيب يجيد يقدر يلعب في الدور الممتاز يعني مش ممكن لعيب في الدرجة تانية تجيبو يبقى كويس في الدرجة تانية وتجيبو يلعب في الدور الممتاز وبالتالي الفرق اللي استعانت بلعيبة كتير من الدرجة التانية بتلاقي صعوبات جدا في أنها تلعب الدور فيه حوال ست فرق بس يعني الإسماعيلي ماشي كويس قوي المصري ماشي كويس قوي برامتز ماشي كويس الأهلي والزماني ماشيين كويس الاتحاد بيقدم مستوى جيد يعني النهاردة برغم أنه هو كسب واحد صرف إنما عنده الدوافع الدوافع عالية جدا أنه هو يكسب بعكس مثلا الجونة اللعيبة آه بتقدي أداء بتقدي بتلعب الحقيقة الجونة فهم برادة نسمعيليه كانوا كويسين والنهاردة ما كانوش وحشين والنهاردة كويسين بس الدوافع للمكسب يعني ما بيلعبوش عالجون يعني لما أنا فوقت عالما تشكروا لما نشوف هددوا مرمى للتحاد كمرة مرتين ثلاثة شرطة أكرم وواحدة بالعرضة عملوها بالهد بره إنما للتحاد في شراسة في شراسة في الأداء وفي المشاركة في الهجوم وفي الدفاع حتى لما اضطرد منهم واحد يعني الاتحاد لما اضطرد منه لعيب مش حاس إنهم بيلعب عشر مش حاس إن فيه فرق في الأداء فبالتالي فيه تباين الفرق اللي اهتمت بالضربات السابتة في فترة الإعداد وإنهم يتمرونوا على الضربات السابتة قدروا يحرزوا منها أداف كتير يعني لما تيجي تشوف الضربات السابتة اللي أحرزت في الماتشات حوالي تسعة ضربات السابتة الفرق استفادوا منها منها الماتش بتاع النهاردة يعني ضربة سابتة كزموا بيها التنة بونت ضربة سابتة من الشمال محمود عزت دخل لعبها بدماغه واحد سفر كسب بيها التنة بونت ما تيجي الفرق المحمد طهر من ضربة سابتة ضربة الجزاء بيسجل منها ماتش ماتش الإسماعيلي ماتش الإسماعيلي ضربة سابتة الإسماعيلي من خطأ من جده بيجيبها جون بكلمك عن ضربات السابتة وأن الفرق اللي اهتمت بأداء ضربات السابتة والناس بتشارك في الناحية الهجومية شكلهم بقى كويس وقدروا ياخدوا التلاتة بونت ضربتين جزاء في ماتش برامز عبدالله السعيد بيسجل منها ومحمد فروق بيسجل منها قسط الأموت المصري بيسجل من ضربة سابتة إسلام فؤاد بطنطة بينزل الشوت التاني بيسجل من ضربة سابتة برضو وراح جاية من الجون بيجيبها جون عرضية بيسجل منها محمود رز النهاردة للاتحاد من ضربة سابتة معازل حناوي من ضربة جزاء كل الفرق اللي اهتموا بالضربات السابتة تسوأ الكورنال سواء الفاول قدروا احرزوا منها أهداف أتكلم عن نقطة تانية برضو البودلة وتوقيت نزولهم يعني لما تيجي تتكلم عن البودلة مجموعة من البودلة نزلوا في الشوت التاني غرروا نتيجة المباراة ودي برضو تحسب للمضارئ الفنيين اللي هم وضعين سقاطهم في مجموعة البودلة وتوقيت نزولهم لما نيجي نتكلم على البودلة البودلة بيقدوا أداء كويس جدا وكانوا سبب في أن فرقهم تكسل فهو ده التباين اللي موجود في الدوري إنما طرح في فرق كويسة وفي فرق قليلة بس الفرق القليلة بعد ثلاثة عامل شاد حيبتدي بعد التوقف زي ما أنت قلت إن شاء الله حيبقى ليهم شكل تاني والدوري السنة دي من أصعب الدوريات اللي حنشوفها نظرا للتنافس الشديد بين كل الفرق تمام كابتن حشيش برضو أهم الحاجات اللي انت شفتها حتى الأحاجات سلبية أهم الحاجات السلبية أو إيجابية في الموباراة الأولى احنا لسه يا دوبك بدأنا النهاردة الأسبوع التاني أنا حتكلم بصفة عامة أولا ما ينفعش تحكم على بطولة الدوري من أول أسبوع يعتبر احنا في أول أسبوع وعش تاني أسبوع لأن في حوالي 8 فرق كابتن فتحي لسه ملعبش ألا ما تشو واحد صح تفاوت في ظروف الفرق في فرق رجلها في الملعب أهل زمالك الناس اللي بتلعب في إفريقيا اللعبين بيرامتز مصري بيرامتز مصري والبطول العربي بطول العربي يعني فالفرق دي ما ينفعش قارنها بالفرق التانية صح في الاستعداد صح ورجلها في الملعب منفعش قارنها بالتلاتة اللي لسه صعدين اللي هم منادي مصر وأسوان وتنطة ما قدرش أبص على الجدول كده وأحكم وقول الله ده تنطة في الترتيب السادس أو الخانس وفرق زي جونة لعبة ماتشين عملة ماتشات كويسة قوي إنما حظها إنها اتغلبت الماتشين يعني ما قدرش أقارن بين دول ودول لسه في ماتشات كثيرة يعني تنطة دلوقتي مثلا أول ماتش لعمت مع ودي ديجلة كانت ودي ديجلة الأحسن وكانوا مسيطرين وكرة مرتدجة هل ده مقياس لفرق التنطة لا لا استنى ما تفرق عليها مع الفرق المتوسطة والفرق القوية يعني هي عندها مثلا المباراة اللي جاية بيرامتس أو الاختبار حقيقي مع الكبار إنما أنا يعني بصفة عامة برضو هتلاقي الماتشات الحلوة اللي هي ماتشات مثلا الأهلي مع اسموحة مقاولين واسموحة زمالك والتحاد الفرق اللي هي برضو فيها طرف النادي الأهلي من الزمالك الفرق الكبيرة المقاولين واسموحة كانت مباراة كبيرة وفيها كورة وفيها أهداف إنما مثلا ما أجل بص على اه 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 الفرقة اللي كانت تجربة حسوان اه اه الاسموحة اه اه الـ صفر صفر المباراة ومباراة يعني أنا أنا في رأيك لا ترقى لدور الممتاز إنما معذورين لسه أو الماتشات ليهم ولسه بيتحسسوا سواء لعيبة اه ما خلتش لسه على الممتاز أو أجهزة فنية معاهم ما قدرش أحكم عليهم أحكم عليهم بعد اه 3-4-5 مباريات فعشان كده يعني الماتشات كلها فيها للغد الوقتي وماتشات عدد أولير كمان يعني أنت بتكلم بس فيه يمكن 1-2-3-4 6 فرق اللي لعبة ماتشين ماتشين فلسه ما تقدرش تحكم إسلام على كذلك برضو فيه فرق كبيرة بس معاها أجهزة فنية جديدة أجنبية لسه برضو ما عرفتش الدور المصري حتى مهما مهما كان إنها اتفرجت على فيديوهات أو حد قال لها أجهزة معاونة إنما لسه برضو الأجانب ما شفوش الشغل الشغل العمل 3-4 ماتشات هيبتدي لم كل الفرقة يتفرج على 3-4 ماتشات لكل فرقة الشكل هيتغير الشكل هيتغير خالص يعني فيه من الظاهر بقى حالات الطرد اللي موجودة النهاردة فدي برضو من الظاهر السلبية اللي موجودة احنا لسه المنافسات ما بقيتش قوية لسه فيه المباراة ما بقيتش جمدة لسه ما فيش النقطة والثلاث نقاط ومع ذلك الناس بتعصب وتتنرفز أداء التحكيم برضو لسه ما نقدرش زي وزي الفرق لسه برضو المستقبل شايفين أسماء جديدة على الأقل يعني شايفين دي من إيجابيات إن إحنا شايفين يعني حكام جداد بس برضو ما تقدرش تحكم عليهم طبعا الحاكم برضو زي اللعيب تحكم عليه في مباراة قوية ما تبقاش في مباراة سهلة زي وزي الفرق برضو المستوى حييجي بالتدريج مع تصعد المباراة يعني ما فيش أي حاجة لسه بينه لسه يعني ممكن يعني يا شفاء كابتن السلام لما احنا قلنا المستوى كله وقلنا لأن ما فيش أداء يمكن الكابتن إبراهيم أضاف إن في الفرق اللي هي مشاركة إفريقيا والمشاركة عربيا لأن لعبة ماتشات أكتر كده فبقى لها شكل إلى حد ما كابتن عشيش يعني قلت اللي إجلاف الملعب كابتن إبراهيم كابتن حشيش قال أنا قلت هو قال تماما فيش غلطات واحدة لا لا في الأول لما قال دوات لعبوا مع بعض اللي لعبوا إفريقيا ولعبوا عربيا المجموعة دي كلها شكلها متغير إلى حد ما عن الفرق اللي لسنا أفضل شوي أفضل من الملعبتش والحتة اللي برضو كابتن حشيش بقول عليها إن لما أسوان في سي مصر يتعلق في ماتش لا يرقى إنك تحس الماتش مش تكتب مفجر لا اللي قال دي كابتن حشيش المهم دي بالها ليه إحنا قلنا لأن متوسط عمر فرقتين 28 سنة ورص يا لابة كبار وبيلعبوا في جاوه حر فاستحالة حيدوك كرة يعني على حسب النتيجة إن أسوان في المباراة الأولى أمام المقصة 3-2 ووضح نهاية مباراة حلوة إحنا مش فنهاش طبعا ولكن ووضح نهاية مباراة حلوة في أهداف ماكد في حر برضو 3-2 أه لا أسوان ومصر كان في أعتقد في أسوان برضو أسوان لعبت مواطشين كده ورابعة وبعدها أسوان ما حدش تكلمها على الحر يعني أه لا بس خير باك ما أدرقتي ما بقاش نعيبا كل من الأصوار طبعا 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 يعني يعني هو الشكل فإحنا نصبر حتى تبوح بأسرارها بعد التوقف غالبا طيب كابتل إبراهيم بكرة إن شاء الله في أربع أو بكرة في مبارتين هو 2 أكتوبر إسماعيلي سيلاقي النادي المصري والأهلي والإنتاج الأهلي والإنتاج هنأتكلم عليه لوحدهم لكن الإسماعيلي والمصري مباراة كلاسيكية من كلاسيكيات الدول صح صح الحمد لله من كلاسيكيات الدول المصري الكل بينتظر أن يرى الإسماعيلي ويرى المصري في مثل هذه المباراة شايف المباراة الزي في ظل الأداء وفي ظل الكلام اللي حضرتك قلته إن المصري رجليه في الملعب الإسماعيلي رجليه في الملعب هل من المتوقع نحن نشوف مباراة حلوة ما بين الفريقين هي المباراة بكرة إن شاء الله الساعة خمسة ونص في ستاد برج العرب في الأسبوع التالي الفريقين الحقيقة اهتموا بمفاترات الإعداد جدا جدا الفريقين الفريقين رجليهم في الملعب زي ما تقولت الإسماعيلي مقادي ماتشات جيدة جدا بطولة العربية المصري في البطولة الأفريقية كاسبان ماتشين فريق ضعيفة وكل حاجة بس أداءهم جيد جدا اللعيبة بتاعت المصري في حاجة جديدة في حاجة جديدة إهاب عملها في الحافز والدافع بقى موجود عند اللعيبة الفريق دي ما كانش ليهم مدير فني بيديهم الدوافع وبيديهم الحافز إنهم يكسبوا إنهم مؤهلين إنهم يبقوا في الوابع الزهبي أنا حاس إن المصري السنة دي غير أي سنة تانية لما حسام حسن كان بسيقهم الحقيقة كان بيقدوا أداء جيد جدا برضو إنما أنا شايف الحافز والدوافع اللي موجودة دلوقتي مع إهاب الحقيقة الحافز بقيت جيدة جدا ومجموعة من اللعيبة بتقدي بقوة وكفاح واتزان نفسي اتزان نفسي لعبة المصري ما كانش عندهم اتزان نفسي والانفعالات عندهم عالية جدا وعندهم تهور جدا بياخدوا إنزارات كتير بياخدوا طايد كتير أنا شايف الاتزان الانفعالي عند لعبة المصري جيد جدا السنة دي منذ أن تولى إهاب الإضاءة الفنية الإسماعيني نفس الوضع جايبين ودي فني واضح إنه هو جيد جدا مجموعة اللعيبة مجموعة اللعيبة اللي موجودة في المصري بيقدوا أداء كويس جدا في البطولة العربية عاملين ماتشات كويسة جدا فأول ماتش لعيبه مع الجونة برغم من الهدف اللي جابوه في الجونة من خطأ من محمد جدو من ضيبة سابدة إنما هددوا مرمى الجونة بأكثر من كرة اللعب على الجوانب كان جيد جدا وفكرونا بالإسماعيلي بقى بتاع الزمان اللي هو بيقدي كرة جميلة مع نتائج أنا شايف إن الماتش حيبقى دربي جامد جدا وأتوقع لي إنه حيبقى فيه أهداف كثير سواء من الإسماعيلي أو سواء من المصري شايف ماتش الإسماعيلي أنا عايز أكلم أكتر برضو عن ماتش الإسماعيلي والمصري لأن اليوم الخميس طبعا فيه مباراتين طنطا وبيرامتز ومصر المقصة والزمالك الإسماعيلي والمصري زي ما إحنا دايما عارفين اللي أنا عارفه دايما يعني إشان لعبت في الإسماعيلي طبعا وكان لها الشرف فإسماعيلي والمصري اللي أنا بلعبه في إسماعيلي مين اللي بيكسب؟ هو لعب في الإسماعيلي كمان الكابت الحشب اللي أنا أتشوف في الإسماعيلي الثلاثة والثمانين يعني يعني العيام اللي أنا كنت بلعب فيها يعني الإسماعيلي بيكسب المصري في إسماعيلي في بورسعيد إن لو تفتكر حتى الدوري اللي خده الإسماعيلي سنة 2002 كانت آخر مباراة ما بين النادي الإسماعيلي والنادي المصري كانت في إسماعيلي كانت يوم 26-2002 وانتهت بفوز النادي الإسماعيلي على المصري 3-2 المتش اللي خد فيه الإسماعيلي الدوري العام من النادي الأهلي لو تتذكر كذلك المباراة الشهيرة يعني 4-4 كابتن محسن صالح طبعا المدير الفني للنادي الإسماعيلي فمباريات الإسماعيلي دايما كابتن حشيش بتبقى الإسماعيلي والمصري يعني بتبقى مباريات حلوة الكل بينتظرها درب القناة معروف درب القناة ده أنا لقى المصري على مدار التاريخ مطشات إسماعيلي ومصري إحنا يمكن كنا إسلام في الإسماعيلية وعارفين بيعتبروها زي أهلي وزي ملك مطشات قوية جدا جدا لتسايد الخط القناة بالزر اللعبة أيا كان حتى لو الإسماعيلي متأخر في الترتيب أو المصري متأخر في الترتيب يا كابتن أو ظروفه أو مستوى بتلاقي المباراة بالتحديد الدوافع بتخلي المباراة قوية جدا يعني حتى لو في مستوى أقل من مستوى الدوافع عند الفرقتين اللعبة هنا واللعبة هنا والأجهزة والشحن اللي بيعملوه مع اللعبة بتخلي المباراة قوية جدا جدا يعني بتطلع عارف اللي بيكسب بيبقى بيكسب بالعافية عمر محد فيهم كسب التاني مريح سكور مريح فهم يعني مباراة قوية إسماعيلي راح المباراة دي وهو عنده تلاتة بونت كسبان المصري متعادل للمباراة اللي قبلها راح ببنط واحد المصري عايز ينافس من البداية ماينفعش يستنفذ نقاط من بدري حتى ولو كان المباراة يعني طبعا المباراة تلات في برج العرب فأنا أعتقد المباراة دي هتبقى من المباراة القوية لأن الإسماعيلي بلعب كرة حلوة أو السنادي عندهم دوافع مع المدرب الجديد المصري طبعا إيهاب جلال عامل مباراة كويسة أعتقد أنها هتبقى مباراة تستحق المشاهدة تمام كابت فتحي برضو مباراة تانتا وبيرامتز إن شاء الله هتبقى يوم الخميس تلاتة أكتوبر مباراة مهمة ومباراة هتبقى الساعة ثلاثة زي ما كابتن عاشيش وكابتن إبراهيم وحضرتك تفضلت وقلت قلتوا اللي هي هتبقى أولى الاختبارات الحقيقية لنادي تانتا هتبقى الاختبارات الحقيقية لكن طبعا المباراة فيه حاجة نظرية بنقولها على الورق بقضين فيه الملعب يتكلم بالزبط النظرية على الملعب اللي هو على الورق عندنا بنقول بيرامتز لعب أكتر لعب إعداد أكتر عنده مدرب متميز جدا فاهم عارف لسه صاعد دلوقتي سافر جزائر اللعب ماتش كوس قوي وإدار يصعد لدور المجموعات إذن عنده دوافع والفرقة معنواتها عالية جدا طنطة خبرات أقل لكن هتلاقي عنده حماس ولو قارننا اتنين مجموعة اللعيبة ما بين طنطة وملايين بيرامتز هنلاقي كتيرة لو بالملايين كتيرة قوي يعني لو خدناها من ناحية القيمة السوقية المالية للفرق بيرامتز وبالنسبة لطنطة فرق كبير قوي يعني فيها ظلم نحن نقارن بها طنطة وبالتالي مستوى اللعيبة اللي موجودين في بيرامتز في بيرامتز غير اللي موجودين في طنطة دولة 11 دولة 11 هتفرق أداء اللعبين جوال ملعب ما هو مش موضوع اللعب دقيمته الكامل هو بيأدي في الملعب أيه فممكن اللعب اللي هو اللعب طنطة ده ما بينزل في يوم المباراة هيدي أقصى حاجة عنده هيبقى عنده أداء الفن مظهور في التزام في انضباط في كده ممكن يقول الفرقة التانية ممكن تنزل أنا حاسة أن أنا حكسة ممكن تطلع ففيه تحليل نظري وفيه تحليل عملي نظري نقول بيرامتز نظرياً كده ده هو عملي كمه أما عملي لسه بقى ما يعرفش عملي ده نشوفه في الملعب صحيح هو لسه ما عملوش عملي يعني عمله هم لسه لم يعملوا شيء داك الملعب صحيح في الملعب بقى هو اللي حيحكم فإذا نظري بيرامتز يكسب عملي لسه لم يتحدد بناء على اللعيبة اللعيبة حتنفذ المدارب حتنفذ ما أنت تكون عندك أحسن لعيبة ما تنفذلكش حاجة والتاني عنده قمة الأداء والكرة فيها 50% اللي يقعوا بدنية فيها المهارة فيها الخطة دولة 50% وفيه 50% الروح يبقى ده المامية ممكن 50% بتوقع طنطة يبقى 100% عنده 50% بتوقع الروح بتاعت بتاعت برمز مش موجودة الفرتين ما هم قد بعض يعني ممكن يتعدلوا وممكن طنطة تكسب فملهاش مقياس إلا الملعب تمام ممكن أضيف بس كلمة صغيرة بوضع أضيف أضيف أول أضيف كتير أضيف أنت أضيف الفرق أنا أستنى أستمع الفرق الكبيرة كابتن فتحي اللعيبة الإمكانياتها كبيرة قوي دايماً مع الفرق الصغيرة رصباً عنها وهي نازل المباراة السهلة ما بيبقاش التركيز مية في المية على أعتبار أن فرقة طنطة وفرقة سهلة بالنسبة لهم مقارنة اللعيبة بعضها بتدي نوع برضهم يعني بتشيل بعض التركيز من اللعيبة فيه استرخاء 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 زيني على العكس بقى مع الفرق الصغيرة يعني لو حنلعب منتومان أو لعيب مع العيب اللعيب بتاعة طنطة مش هتفرق معاه أن يخش ويترقص ويأخذ الكرة على عكس اللعيب الكبير اللي بيحسس أنه كانت كبيرة مع العيب صغير أو أقل شوية يعني بيبقى خايف أنه يترقص خايف أنه كذا فممكن القصة دي علاوة على الحماس والتركيز اللي قلنا عليه محدش عارف نتيجة المفاجآت الكرة علمتنا أنه ممكن فيها مفاجآت آه برامز فرقة قوية وكسبة أول ماتش سكور وترتيب في جدول الدوري إنها محدش عارف المفاجآت الكرة وخصوصاً أنه لسه في البدايات لسه فرقة طنطة مش معروفة كمان للفرقة كلها لسه أول مرة تلعب في البطولة فبرضه فرقة برامز مش عارفة فرقة طنطة ولا ما تقداش تحكم عليها برضو من أبو المباراة تمام كابتن عيس تديف أم المسأل أنا شايف أن الكفاءات الفنية اللي موجودة داخل برامز الحقيقة أعلى جداً من الكفاءات الفنية اللي موجودة في طنطة تمام أنا شايف عندهم دوافع برامز دوافع شديدة جداً خاضوا مجموعة من الفرق اللي استعدوا جدياً للكونفيدرالية والدو وبالتالي ولعبوا بكده الكاس ده عاملين عاملين مع الجزائج أكثر من رائع يعني مهددين الجزائر طول الشوطين وكسبوا واحد صفر هناك عاملين معش أكثر من رائع فالدوافع عندهم عالية جداً أنهم يحققوا حاجة جيدة جداً السناديو يبقوا منافسين للأهل وزمانيك زي ما كانوا منافسين في الدو السابق أنا شايف أن الأموز برغم حيبقى فيه كفاح قامل لعيبي طنطا وكله بس مش ما عندهمش حلول فردية زي الحلول الفردية اللي موجودة في لعيبي برامز عندهم بكل الحلول الجوانب عندهم عالية جداً الحلول الفردية اللي ممكن أي لعيب ممكن يخترق من المص عندهم عندهم الناس اللي بتلعب بالهد كويس جداً طنطا ما عندهمش الخبرات الفنية اللي تقدر تضاهي لعيبة برامز في المتش اللي جاي فحيكاف فقاه إنما أنا شايف برامز 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 حيبقى ليه هو الأسبقاء عايز أقول لك حاجة بكباتل إحنا مش معنا إن أنا وكابتن فاتح بنقول الكلام ده إنما لو جاء إسلام يقول لنا التوقعات حنقول برامز وسكور لما أنا ما خليكوش يعني إحنا بس بنقول إن في كورة علمتنا إن في حاجات يعني في حاجات ممكن تقصب ممكن برامز تكسب وتكسب في الآخر يعني يعني قصد ممكن المتش يبقى سهل قوي ممكن يبقى صعب قوي على حسب حالة اللعيبة وعلى حسب إنت بتقول اللعيب يختارق لعيب يلعب دماغه طب هو مش هلعب دماغه لما جيله أوفر وهيختارق جوانب عنده ما الجالب عنده بتساعد وجالب طب لا ما غيروش الوفر هلعب دماغه إزاي ولا حاجة وأنا أنا 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 اللعيب متميز آه ما احنا قلنا اللعيب مش إحنا قصناها نظريا نظريا من يكسب اللعيب عنده حلول يعني عنده حل وإنت مش موجود يعني يعني جالب عنده حلول عنده حلول إنها تعمل موغل أصلا اللي بتلعب بالهد مش ملتزمة تكتكيا بحاجة وبتلعب أنا مش عايز أقول على فرد طنطة فرد طنطة يعني شكلها كويس بس ممكن بعض اللعب العشوائي بعض ظروف المتشط وده مقبول زي ما حضراتك قلتوا إن في الأول ده مقبول حضراتك قلتوا حضراتك قلتوا إن ده مقبول في أول طبعا طبعا لسه ما جابش المستوى بتاعه فلسه ما عندوش بعدها أرى من طنطة أحسن أنا بحب التنطوية كلهم أنا بحب التنطوية كلهم أنا بحب التنطوية كلهم نادي صاعد ويعني من الثلاث نوادي اللي صاعدوا هو الوحيد اللي حقا ونتمنا له طبعا التوفيق متعد رمضان حبيبة كانوا من طنطة وشبير من طنطة طيب ممكن نفضل 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 ممكن أقول حاجة نور نتأمر ريحناك شوية كيف تنفتحي المباراة التالتة وهي مباراة مصر المقصة وإزا مالك مصر المقصة من الفرق الكويسة جدا اللي مشى في شكل جيد مع مدير الفني الجديد القديم يعني هو أخذ أخر أربع خمس مطشاط في ولا لا السنة اللي فاتت أعتقد لا ما خاتش ده أول مقراج ميده دايما الحياة من الناس اللي دايما بتبتكر من الناس اللي دايما بيطور بيطور نفسه بيطور نفسه على رغم من الأداء اللي أداء في المباراة أعتقد كانت مباراة الزمالك في الكاس ما كانش الوضع كويس قوي ولكن عنده مجموعة جيدة مجموعة جيدة من اللاعبين نادي الزمالك في نفسه عنده مجموعة جيدة من اللاعبين بالنسبة ميدو ميدو عنده فكر نادي عنده موهبة عنده زكاء بيحاول يوصل الكلام ده اللعبته على قد ما حيوصل لهم على قد ما حرتفع المستوى هو يوم ما أنا معه بالزمانك ما كانش لسه اللعيبة استوعبت ميدو عايزي لانه عايز وقت لسه موصلش فكره لا لا لم يصل شغله الخططي ما بدأش شغله البدني وصل انه يقدر يرتفع به لكن شغله الخططي لم يصل اما نادي الزمالك فنادي نقدر نقول هو المرشح للفوز مش بالنظرية برضو احنا نظر بنتكلم لان فرقة لعبة ماتشات لعبة كاس ولعبة تصفيات ولعبة افريقيا عنده مجموعة لعبة متميزين جدا عنده مدرب عنده اجهزة يعني تحس ايه فرقة بطولة يعني فرقة نادي الزمالك دلوقتي فرقة بطولة هتلعب فرقة المقصة مقصة فرقة فيها كرة حديثة لو نفذت الفكر بتعميده هي طبعا ما عميده للوقتي هتاخد وقت يعني حتى المباراة احنا برضو ما شوفناش مباراة المصري والزمالك انا اسف المقصة واسوان نكسبها المقصة بس لكن كانت نتيجة واحد صفر اسوان واحد واحد المقصة اثنين واحد اسوان اثنين اثنين المقصة تلاتة اثنين المقصة لان لسه لم يسا يعني ذا الوقتي عنده الدور الهجومي حافظ المدفعين لسه لم يحفظوا بدلين بيخش فيه جوال معنا نخش فيه جوال يبقى لسه التنظيم الدفاعي لم يكتمل ايو وبالتالي حتى يوم برات الزمالك التنظيم الدفاعي لم يكتمل فالزمالك فاز لكن ما قدرش انه هو يفوز يوم الزمالك او يسجل يوم الفرم لان مدفعين الزمالك او الاتزام الدفاع في فرق الزمالك او الندج الدفاعي الخططي اللي فرق اتنات الزمالك اعلى من فرقة مقصة وبالتالي ما قدرش يجي فيهم جوال لكن داخل فيها جوال وما قدرش عواطها مع اسوان داخل فيه جوال وقدر يعم favors لانه ان عنده مهاجمين عن شتاة ثلاتة كمان في الصراع بينه وبين المدفعين فرعوا قدامه وفي حوار الكورة معهم قدروا انهم يعوضوا وقدروا انهم ينتصروا ويجيبوا جوال لان خبرات المقصة اعلى من خبرات اسوان وبالتالي فاز مع الزمالك انا حيجي تصعوبها الزمالك هيجد ولا بص المقصة المقصة حيجي تصعوبها بس مش هتبقى زي مبارة الكاس المبارة الاولى هتختلف كليتا لان فيه تطور في اداء هذا الانسجام تقصد حدركتها مع مقصة فيه تطور وفيه اداء واستفاد والفرقة استفادت وميده كمان استفاد انه زي بيلعب نتز مالك لكن لا نركل نتز مالك امكانيات لعبته الفنية المهرية الفردية الجماعية أعلى بكتير من المقصة تمام نفس الفرق الكبير يعني زمالك اهلي اسماعيلي مصري الفرق الصغرى لما بتلعب قدام الفرق الكبير دي بيبقى الفرق المتشدي بيبقى التركيز الاعلامي عليها كتير شوية يعني الصحفة بتكلم عليها التلفزيون بس المقصة يعني ما بيعتبرش الفرق اللي دايما في المتواصل دايما عندهم زايد ان هما عندهم لعبة جيدين جدا جيدين جدا فبيتلعوا انا بتكلم عن المقصة هيطلعوا كل الكفاءات الفنية اللي عندهم قدام المتشات الدوادي الكبيرة على فكرة انا كنت بقى يعني كل ما كنت بقى انا شخصية كنت بقى كده يعني ما كنت عمل اهلي والزمالك اه السنة دي شكل جديد اه اه لعبة لعبة جيدين جدا في كل المراكز ادرس تقطبوا اه اه مجموعة من اللعبة كويسة جدا ويضير فني على اعلى مستوى اه 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 ، اه 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 A pl powiedz 1 الزمالك والنبشي ده؟ الزمالك؟ أتفاضل، عاسته ديني أنا أتبأس أنا نفس أسأل بس قبل الإضافة على فكرة صراح مراحقين أنا ممكن أخذ أمشي والله، عادي، مش عبا كم تفتح يتكلم ما أقول له عليك حاجة لا أقول له عليك حاجة كم تفتح يتكلم، حضرتك تضيف كم تفتح يتكلم، حضرتك تضيف وبعد ذلك كم تفتح يتكلم، حضرتك تضيف لا، 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 أتبأس لا، طبعا ما أنت لدي السن الأولاني هو فتح الشهية اللي بيديك الفرصة أنك تتكلم طبعا يا كمتال، القبتال فتح هذا للبيض، هذا للأخير الكثير عليك فأنت المتحدث كمالك، لحقيقة عنده مجموعة جيدة من اللعبين كما كل ميتفق مجموعة جيدة من اللعبين على الأقل من الناحي الهجومية وفي وسط الملعب الدفاعية، فممكن نتكلم فيه ولكن، بالشكل اللي هو بيلعب بي ده بتبقى عنده بعض المشاكل في الناحية الدفاعية شايف ان مصر المقصة ممكن يمكن استغلال الموضوع ده برضو معلش انا هعيد كل شوية انا اسف ان انا بقول هذا الكلام ولكن ان احنا كل شوية عايزين لازم نقول ان احنا مصر المقصة واسوار ما تزعش ما شفناهوش فمش عارفين برضو مصر المقصة لو اتكلمنا عن المباراة الاولى بتاعت الزمالك ومصر المقصة اللي كانت فكاس مصر لا مصر المقصة كان بعيد خلص تمام بص انا في رأيي المباراة دي هتبقى مباراة قوية وانا شايف ان اللي هقابل صعوبات فيها هو نت زمالك مش المقصة اولا انا احساسي ودرائي شخصي زمالك اللي هقابل صعوبات انا درائي شخصي ان فيه ضغط عصبي شوية ونفسي على مدارب نت زمالك دلوقتي نتيجة للاحداث اللي فاتت ومبارات افريقيا واواواوا من هنا هتبقى القصة صعبة بالنسباله شوية مصر المقصة لها تجربة مع الزمالك قريبة اقرب تجربة لها هي مباراة الزمالك من مطشين تلاتة انا مش معها مقولة بقى ان ده ميدو عشان زمالكاوي لا 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 احنا مش عايزين اتكلم بالعكس انا عايز اكد اسلام ان اي حد بلعب ضدنا دي ببقى عايز يزبط نفسه قدامنا دي طبعا يعني غير ما قوله بقى اللي بتقول اصلا هيعمل لا دخل زروف الكاس دي يعني حاجة تانية كل واحد وتفكير بالزبط كده مصر المقصة معها مدرب كويس ميدو عنده دايما افكار جديدة هينفعه ان هو قابل نادي الزمالك في المباراة الكاس لسه كانت قريبة هو عنده افكار بس لسه ما اللعبة ما كانتش لسه حافظت اعتقد ان المباراة اللي جاية دي هتبقى بالنسبة لميدو هيقدي اداء كبير مع مجموعة فحس ان المشاكل هتبقى عند الزمالك عند الزمالك مش المقصة المقصة كمان من الفرق ما تقدرش تقول دي فاصلة الجدول دايما كل سنة معودانة انها تنافس على المربع الزهبي فبرضو الفرق اللي زادي بيبقى عامل حسابه على البدايات وتجميع اللبناط من الدور الاولاني وكسب الثقة كسب الثقة على حساب الفرق كبيرة زي الاهل والزمالك لان التركيز بيبقى قوي جدا الناس بتتشاف المدربين حتى بتتشاف وبتحكم عليها الكبيرة فانا اعتقد ان المشكلة هتبقى عند نات الزمالك مش عند المقصة حاجة الوحيدة اللي كويسة الناس زمالك ان هو ملعبش المطش اللي فات فمريح ده هيبقى معا ولا ضد؟ هيبقى معا بطبعا لا بس في ظل دايما انا كابتفتح في اول الموسم انت بتحتاج مباريات كتيرة عشان تخش في الفرق بس كان هيلعب من يومين كان هيلعب من يومين مع فرقة كان هيبقى فيه مجهود وفيه ضغط عصبي وفيه 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 اللعب كلها دلوقتي مريحة عنده الاختيارات كلها موجودة يعني خلاني نشوف هيا اللعب دايما بالخواتيم الخواتيم بتاعتهم ان فرصة انه هو برضو لو لعب حيبقى في الملعب كتير او ده قصدي ان فيه مدرستين اه يعني حيبقى في الملعب هو دلوقتي الفترة اللي حصل فيها بتاعت البطولة الافريقية دي هتلاقي يعني انضر اكتر ليه لانه قعد ثلاثة ايام الثلاثة ايام ما اتمرنش صح لان يوم قبل المباراة اه صح الحمل حمل التدريب ايوه يوم قبل المباراة كان عارف انه فيه مباراة وبعد ان جيه يوم المباراة فضاع مين ومين من غير تدريب لا بس هو اعمل تأسيمة وتاب برضو مش هي يعني هو نزل بحمل التدريب لا عالي جدا ثم نزل بحمل التدريب عشان اللعب المباراة اي ما لقيتش المباراة ترجع تاني بتنزل اللعب خلاص نزله عشان ترتفع بهم تاني واحتلال مباراة ذا دي جدا فما فيش انه هو يعني الراحة دي مش هتعتبر ايجابية يعني الى حد ما ايجابية للمصابين يعني لو لعب مصاب حيخف لانه ملعبش فدي تدي له فرصة انه عنده مجموعة لعبة كتير لكن الاندماج واللعب الكتير في المباراة ممكن تدي دوافع اكتر برضو ممكن انه هو لو لعب وحس انه هو انتصر وفاز على الفرقة دي هترفع معنويات وحيخش على الفرقة التانية كلها بتاعت المقصة تمام كابتن كابتن ابراهيم مصر المقصة والزمالك من المتوقع نحن برضو نشوف فريقين كويسين جدا المقصة لعب زيادة مثلا عن بقية المباراة البقية فرق الدوري اللي بدأت الدوري وبعيدا عن افريقيا لعب مباراة زيادة اللي هي مباراة الكاس وبالتالي من الممكن برضو او من المتوقع اللي هنشوف مباراة حلوة المقصة دايما بيقدم مستوى جيد جدا في كل السنوات اللي لعبها من ساعة مطلع الدوري الممتاز بيلعب بيقدي اداء اكثر من رائع وبالذات نادي المقصة بيضاج باحترافية يعني ما بيسبش لعيب ما بيسبش لعيب او يبيع لعيب الا لما بيكون عينه على البدائل وبالتالي ما بيحصلش ضربات في نادي المقصة ضربات فنية ان في عنده مراكز نقصة او لعيبة او لعيبة دون المستوى بيجيبهم لا العين الخبيرة الحقيقة رئيس النادي الحقيقة عبد السلام الحقيقة اكثر من رائع في حتة القيادة دي بيعرف يستقطب لعيبة كويسة جدا ايو وعينه بالاضافة طبعا للاجنة الفنية اللي عنده بالاضافة بيقدر يجيب لعيبة كويسة وبيستفيد بيستفيد بحتة انه يبيع بأسعار عالية نظرا للاجادة اللي همه بيبقوا فيها وبيجيب لعيبة يعني بأرقام قليلة برغم من كده نادي المقصة بيقدم مستوى جيد جدا على مدار المواسم كلها سواء فنيا او يعني او بدنيا بيقدم مستوى جيد فانا شايف ان البكرة انتفق مع الكابتن حشيش الزمالك حيلاقي صعوبة شديدة جدا في الماتش برغم برغم بأكد الزمالك السنة دي غير اي سنة تانية غير اي سنة تانية مجموعة اللعيبة اللي جابهم في المريكات الصيفي او في الشتوي الحقيقة مجموعة من اللعيبة المتميزة جدا جاب مجموعة هيلة قدر قدر ينظم صفوفي وبرغم من كده حيلاقي صعوبة جدا في ماتش المقصة اللي جاي لو مقدش زي وبأكد لو مقدش يسجل في الشروط الاولاني هتبقى المشكلة عنده في الشروط التاني مش هيقدر يحقق المكسل حرصت المرمى كابتب في الفريقين اعتقد جيدة احمد عادل عب منعم ومحمد عواد احمد عادل عامل موسم اللي فات وسبعين اسمه مترشح للاندوام للمنتخب كان يستحق ان هو فعلا ينضم لمنتخب مصر كذلك عواد هو اساسا جون كويس وغض النظر طبعا الاهداف اللي دخلت فيه خلال الفترة السابقة سواء قدام الاهلي او فرقة تانية انما هو طبعا جون على مستوى عالي ومرشح طبعا يكون موجود في المنتخب اللي انا عايز اقوله برضو ان احنا اغفلنا جزئية المنتخب دايما الفرق اللي غير اهلي وزمالك بيبقى الاختيارات دايما او العين بتبقى عليه في المباريات القوية اللي طرفها اهلي او زمالك بيبقى الحكم عليه كويس انه اللعب كويس قدام نادي زمالك اللعب كويس قدام النادي الاهلي كويس قدام الاسماعيلي المباريات دي اللي بتديه افضلية عند جهاز الفن بتاع المنتخب انه ممكن يعني يبص للعيد ده غير ما بيلعب مثلا مع اي فرقة تانية احنا الطبيعي ان الاضواء بتبقى قوية على مباريات اللي طرفها عندها كبيرة ففرصة النادي المقصة او العيبة نادي المقصة انه هما يظهروا برضو امكانياتهم قدام فريق قوي جينة زمالي خصوصا في زل الموز يهاز فن جديد بالظبط كده للمنتخب يعني الوطن عموما من الاسماعيلي والمصري وطنطا وبيراميدز ومصر المقصة والزمالك هنروح لمباراة الاهمة بالنسبة لنا مباراة الاهلي والانتاجين ان شاء الله هتبقى بكرة ان شاء الله في تمام الساعة الثامنة ما تنسوش بفكر حضراتكم نحن هنكون مع حضراتكم بكرة في تمام الساعة السادسة ساعتين ما قبل المباراة كل كواليس المباراة وكل ما يحدث في فندق الاقامة كل ما يحدث في اوتوبيس الاقامة اوتوبيس اقامة ايه اوتوبيس اللي بينقل اللاعبين من فندق الإقامة إلى الأستاذ كل حاجة حضراتكم تشوفوها من خلال دايماً قناة النادي الأهلي هطلع شوف تقرير عن استعدادات النادي الأهلي لهذه المباراة الهامة جداً تاني مباراة النادي الأهلي في الدوري العام المصري وبعد هذا التقرير فاصل وبعد الفاصل هرجع بقى نتكلم عن المباراة الأهم في هذا الأسبوع الأهلي يواجه الانتاج أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين كابتن فتحي كابتن إبراهيم كابتن حشيش هايزين نتكلم عن مباراة الأهم بالنسبة لنا مباراة الأهلي والانتاج مباراة مهمة قائمة تضم لعبين الحقيقة كله مكتملة الصفوف تقريباً باستثناء مروان ومحمود متولي بتكلم عن الإصابات من رأي حضرتك أساساً أولاً في مباراة غداً إن شاء الله هذه المباراة الصعبة جداً كل سنة أو في معظم السنين على الأقل يمكن دايماً تعودنا مع الإنتاج المسلم الماضي لعبناهم مرتين الدور الأول 0-0 وما ننساش ضربة جزاء أزارو الشهيرة ده الكل بيتحكى بها ده الناس بتاخدها بالنسبة لها كمثال الحكم الخامس ده اللي هو كان موجود الحكم الخامس وكسبنا إحنا في الدور التاني عمر السلاية في ديها 49 أفتكر واحد سفر يعني مباراتنا مبارات قوية هناك ما ننساش إن فيها مدرب اسمه كابتن مختار 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 راجل كوراجل بتاع كورة اتعلم خد دراسات وفاهم كورة ومن صور مختارة كابتن اسلام وهو مخه دايما دايما يشتغل دايما يشتغل ويطور وفكر ويعمل وبياخد لعبته ويحاول يأقلم أسلوب لعبه وطريقة لعبه على اللعبة اللي عنده مش في دماغه طريقة يقولك أنا حلعب كده وخلاص فعشان كده دايما مختار بينجح مع الناد الأهلي اللعبة دي حاسة إنها في معرض النهاردة والمعرض أنا لازم أعرض أحسن حاجة عندي عشان أزود سعري بغض النظر عنه هو بلعف الانتاج أنا عايز أزود سعري في هذه المباراة فده وافع اللعبة هناك عالية جدا جدا بغض النظر أنهم إيه هلعبوا دوري ولا هخشوا مربع زاهبي ولا مش مربع زاهبي هم عايزين الناد الأهلي نفس الحكاية عند الكابتن مختار راجل كثير جدا مش عشان هو من الناد الأهلي حيسيب المباراة بالعكس مختار يعني خلينا نتعدل المقطة دي لأ عشان الناس برضو دايما بتقع على دي وإحنا منعيدها لهم وكده كده هيتقال بكرة يعني لو ربنا كربنا وكسبنا تبقيت حاجة سخيفة تبقيت حاجة يعني يا كابتن خلينا نكمل في الفني 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 الوقتي إحنا لعبنا مبارا كسبناها اسموها كان لسه في أول الدوري لعبنا بعد كده الماتش الأفريقي فعندنا الإنتاج الإنتاج أنا شايف حالة فرقة الناد الأهلي غير حالة الفرقة في الموسم الماضي الشكل متغير كله أنا في الأداء في الأسلوب وكده أما الغيابات أنا ما باعتبرش دلوقتي الناد الأهلي عنده غيابات فيه غيابات لكن ما باعتبروش يعني ايه ايه هتحيرني ما فيهش غيابات لا فيه غيابات فيه مش موجودين لكن الناد الأهلي أصبح لعبته دلوقتي كلهم بعد ما عملهم هذا المدرب اشتغل وكد فرصة لكل واحد فيهم حيختار أي 11 قدرين على أنهم ينفذوا فكره وفكره بقى واضح جدا الاستحواز هدي أهم حاجة السرعة ودي حاجة مهمة جدا القوة هي دي كرة القدم الحديثة وبالتالي الاستحواز يعني كرة ما فقدهاش لغاية ما وصل للجول وشوفناها بتتنقل كتير وبنضيع أجوال كتير قوي منها وتلو تلاحظ معظم أجوالنا في المباراة السابقة والسبقة والسبقة من أول مباراة حتى من أول مباراة السوبر كل الأجوال عندنا أجوال مصنوعة صناعة أهلوية مش إنها جاية بالصدفة أو مثل أوفر أو ضربة سابتة وجات منها جول لأن أنا ما أناش عارف أو واحد جاب جول في نفسه لا كل الأجوال هتدخد كل جول ولو تستاشي المباراة السابقة آخر مباراة لعبناها هدف الرابع تلاتين نقلة معنى أن فرقة التلاتين نقلة دي يعني قمة الاستحواز يبقى قمة النجاح حتى لو بتلعب مع أطفال صغيرين لكن تلعبها ومن لمسة لو سألعبها لمسة التوانتتش توصل من الجول والتحضير الصح بتوصل في فرق في فرق لو بتعملها في تمرين والمدارب عاوز يمرانهم يلعبوا عشان يجيبوا جوال ويسيب لهم الملعب فاضي يعودوا يلعبوا ما يكملوش تلاتين أو تبوص لها عنده جول حطاه في الأوت لكن أنت عندك اللعب الحقيقي لهذه الفرقة فحقارن السنة اللي فاتت أو اللي قبلها أو اللي قبلها بالسنة دي لا مستقفى فرقة من الأهل الأهل للوقتي أنا بقول لها أعلى إمكانيات اللعبة اللي موجود أعلى فكر المدرب اللعبة بدأت تنفزه فمحدش حيقف كتير قصاتهم مهما كان بالمستوى اللي هم فيه وبالأداء اللي بيقدوه يعني أنا بس اللازم يقدوه عشان ما حد شاء فسطف لكن ما قدوش دي حاجة تانية مين اللي حيلعب؟ أي أحداشر نسق في المدرب فيه ليه؟ لابسين فانيلا حمراء خراص هيلعب في حد بره مصاب في حد بره تعبان في حد كده خلاص المدرب هو شايف المصاب شايف التعبان شايف اللي محتاج لسه بدنياً نجهزه شوية شايف اللي أنا بحضره لماتش تاني هو ده فكره فأي أحداشر حيبدأهم من العشرين دول إحنا وصقين إن شاء الله بإذن الله حيقدوا بالطريقة اللي إحنا شفناها في الماتشات دي ولو تلاحظ زي كنت أستاذ من يوم ملعب أول ماتشاته لم تتغير في اللعبة لما مع بعضها كواس أوي ما فيش المساحات اللي كانت موجودة زمان اللي هي من خط الضرف حتى والمهاجمين لوحدهم والبلونات اللي بتتلعب وبترجع علينا نص الملعب مش موجود دلوقتي فرقة بتتحرك كتلة واحدة وتلاقي كسافة عددية في الهجوم عدد كبير قوي من لعيبة ده كله ده فكر مدرب بس هو كمان ما كانش حيفكر في كده إلا ما كان حيلاقي اللعبة تنفز له إذن دلال إن هناك لعيبة كويسين وفكر مدرب كويس تمام فنقدر نعمل كابتر إبراهيم الأفكار اللي ممكن نلعب بها لينيفايلر بكرة لما نيجي نتكلم على الأفكار أنا شايف أنه هو في كل الماتشات اللي لعبها بيفجئنا بحاجة جديدة يعني باختلاف الطرق واختلاف اللعيب التشكيلات اللي بينزلها هي اللي بتقدر تقديره هو بيدرس اللعيب المنافس الفرقة المنافسة بيدرسها كويس جدا طبعا ده من واجبات طبعا سيد عبد الحفيز وسامي أمصار الحقيقة بيمتدو بالمعلومات الكافية وبالفيديوهات والماتشات اللي هي الفرق المنافسة وبالتالي بيدرس بيدرس الفرق المنافس بطريقة جيدة جدا قبل ما يشوف اللعيبة اللي حتقدر تنفزه الطريقة اللي هو هيلعب بها وهو بيفجئنا بأكثر من طريقة يعني فماتشي زي مالك لعبة ربعة واحدة ربعة واحد بدون رأس حربة أصلي يعني أجاية مش رأس حربة رأس حربة وبيلعب تحت رأس الحربة إنما حطوا كايم رأس حربة إنما رأس حربة واهمي وقدر فعلا يسجل جنين إنما بيفجئنا بكل ماتش بطريقة شكل واللعيبة بتقدر تنفزه الشكل اللي هو بيلعبه فهو أنا شايف أنه الماتش الأخراني حرايح فيه بعض اللعيبة لأنه هو ماشي بحتة التبديل والتوفيق يعني بيلعب اللعيبة دي النهاردة وفي عينه على الماتش اللي بعد كده بيريح دول وبيعمل له مستشفى وبيقدروا يعمل له مثلا ضربات سابتة وبيجهز الفرقة في بماغه إنه مجهز لعيبة تانية تلعب ماتش الانتاج الانتاج لا يستهام به في الدور الأول ودي تجربة على مدار السنين اللي فاتت محترم محترم من المداربين الجيدين جدا وبيجيد اللعبة مع الكبار الدور الأولاني الانتاج دايما لو تراجعوا المواسم السابقة بيقادي أداء فني على مستوى عالي جدا بيحقق مجموعة من النقاط الكبرية جدا بيحصلوا الدور التاني بيحصلوا هبوط في المستوى ودي طبعا يسأل عليها بقى الإضارة أنا مش هدخل فيها إنما بيحصلوا هبوط في المستوى فأنا قصدي إنه لا يستهام بالإنتاج في الماتش اللي جاي حيقدي أداء جيد جدا مجموعة اللعيبة اللي في النادي أي 11 على المتفل مع الكابتن فاتحي ما عندوش إصابات المحمود متولي محمد محمود كريم نيدفيد هم بس مجموعة الإصابات اللي هم لسه بدخلوش هم روان هم روان ها هسف هم روان يعني مجموعة إصابات يعني عندو البدائل الكافية اللي يقدروا يحققوا نتيجة كويس أي 11 ينزلوا أي 11 ينزلوا احنا طبعا هتسألنا على التشكيل المناسب في الآخر أنا عارف إنما أنا بقول أي 11 ينزلوا حيقدوا أداء جيد جدا وعندوهم الدوافع الدوافع الكافية جدا يعني ماشيين في أفريق كويس دلوقتي ماشيين في الدورة إن شاء الله بإذن الله بأداء جيد جدا أنا شايف إنها هتبقى مبرارة جيدة جدا وإن شاء الله بإذن الله أي 11 ينزلوا حيحققوا بإذن الله المكسب لأنهم عندهم دوافع الفوز ودوافع المكسب النادي الأهلي لا يقبل إلى المركز الأول يعني تشكيل الإنتاجة كابتن حشيش في المباراة الأخيرة أمام FC مصر بالتاليبا بشكل كبير هو ثابت على الأقل من ناحية من ناحية الدفاعية الانتاج بيلعب دايما كابتن مختار يعني بيلعب دايما يعني قريب قوي من بعض وبيعتمد على الهجمات المرتدة دائما وعنده اللي بينفزها بشكل جيد جدا سواء محمد بيرا اللي كان بيلعب في البتروجيتة قبل كده وماما دونياس ده وموسى ديوارا ثلاثة أفرقة من أمامه محمد رجب ده تشكيل طبعا النادي الإنتاج أمام FC مصر وأمامه محمد رجب واحد من رؤوس الحربة المشاغرين النادي الأهلي يجب أن يتدارك الموضوع ده ازاي؟ احنا طبعا لو شفنا تشكيل الانتاج الحربي في المباراة السابقة كابتن مختار بيلعب أربعة اتنين تلاتة واحد لو نشوف الخط الهجوم اللي قدام اللي اتنين الديفندرات أولا الديفندرات بتوعب ودايما سابتين قدام السرد مجالي السرد الدفاع دايما وخصوصا بقى إذا كانوا سابتين ارات فقدام النادي الأهلي أربعة وعشرين ارات لأن النادي الأهلي بيلعب على الأطراف كابتن مختار من المدربين الكبار الحاجة كويسة اللي فيه قوي إنه دايما بيلعب على نقاط القوة والضعف فيه الفريق المنافس طبعا كابتن مختار حافظ النادي الأهلي ولعب أكتر من مرة من أكتر المدربين اللي مستمرين مع الانتاج الحرب يبقى له ما شاء الله فترة يعني فحافظ النادي الأهلي كويس قوي الخطورة بتاعة مباراة بكرة إنه دايما كابتن مختار بيلعب دفاع من تحت بسيب النادي الأهلي يستحوز وبيخلق دايما مساحات عن طريق محمد رجب للثلاث طيارات اللي تحته والثلاثة الأفارقة عندهم سرعات عالية جدا جدا بيلعبوا دايما في المناطق اللي هي ورا الأجناب بتاع النادي الأهلي إذا كان هيلعب محمد هاني أو معلول هيلعبوا وراهم بسرعات عالية جدا جدا لشان كده النادي الأهلي بكرة لازم يبقى عنده برضو الديفندرات على مستوى عالي من السرعات كمان عشان يجابه السرعات الكبيرة بتاعة فرقة الانتاج الحربي أنا لو شفت قيمة النادي الأهلي يا كبت فاتح يا كبت أبراهيم رجعتها كده لقيتها هي هي بالزبط القيمة بتاعة مبرات سموح باستثناء طبعا مروان محسن لأن مروان محسن طبعا عنده إصابة إنما كل اللي موجودين ما كانوا موجودين في سموحة هل الراجل الماتش اللي فات لعب بعض العناصر اللي ما شافاش قبل كده أو اللي ما كانتش بتاخد فالدهف ماتش إفريقيا على اعتبار الماتش على أرضنا والنتيجة الأولانية سمحت له إنه هو يجرب بعض العناصر وهيرجع تاني للعناصر مش هنقول الأساسية لأنه كل أساسي أو اللي هو مقتنع بيهم في الدوري المحلي وبداية من مبارات سموحة هيرجع لنفس التشكيل دي حاجة هنشوفها طبعا بكرا بس أين كان اللي هيلعب أو أين كان التشكيل لازم يعني الحتة اللي احنا بلونا عليها بتاعة الأطراف أو الحتة اللي وراء معلول بالتحديد أو محمد داني خلف البكين خلف البكين لأنه أنا أعتقد إنه برضو هو ما عندوش بكين بيتقدمه في شكل كبير أحمد شديد أناوي برضو ما بقاش أحمد شديد اللي هو من أكتر من سنة بقى بيلعب من تحت شوية بيلعب الأفرات من تحت شوية بيقراس الحربة بيضم وبيسيب مساحة لحد من ثلاث مهاجمين بيروح في المنطقة اللي هي الفاضية السيد الشبراوي قليل برضو في موضوع الهجوم وخصوصا أنه بيلعب نحت شمال النادي الأهلي وشمال النادي الأهلي من الأجناب القوية جدا طبعا بتاعة معلول ورمضان صبحي لو اللي اتنين هيلعبوا وأنا يعني أعتقد أنهم هيبقوا موجودين مهم أولا يا كابتن فاتحي أن الأهلي يعني دايما بتبقى المراد بتاعته لما بيحرز هدف في الأول بيبقى فيه راحة شوية وخصوصا مع الفرق القوية المشاكسة زي فرقة الانتاج للحربي اللي هي بتلعب بطريقة مش هنقول دفاعية بحتة بس بيغلب عليها الدفاع والخطوط بتاعتها قريبة وبعتمد على الهجمات المرتدة فهيبقى فيه صعوبة شوية في اللعب من الأجناب لازم بيقى فيه تنويع في اللعب يعني مثلا لو احنا مسكنا برضو نقاط الضعف اللي أنا بتهيقلي فيه الانتاج الحربي عنده معازل حناو محمد بازوكا اللي هما لعبه المباراة اللي فاتت معازل حناو كابتن إبراهيم دولاتي بلعب بالخبرات أكتر من السرعة والقوة بلعب بخبرته فممكن أستغل السرعات من القلب في الحتة دي كذلك محمد بازوكا برضو كور العالية يعني هما ما عندهمش حد بيوجيد حتة برضو الكور العالية لو لعب أجاية في حتة راس الحربة ممكن يستغل الحتة دي أو لعب برضو محمد أفشا في حتة اللي تحت أجاية ممكن برضو مراوغات ممكن التزديدات لازم نستغل مع الكابت المختار كل نقاط القوة عندنا أنا شايف من خلال المباراة اللي فاتت الراجل برضو ابتدى يبتكر في الكور السابتة شفنا جمل بتتعمل في الكور السابتة فأعتقد أن بكرة برضو الكور السابتة يبقى لها عامل كبير قوي خصوصا في المباراة المقفولة زي المباراة بتاعة بكرة أنا شايف أن احنا برضو إضافة لكلامك أبو كبات أن احنا لو استغلنا الأجناب بتاعتنا نظرا لقواتها الشديد إناوي برضو من اللعب كويس وكل حاجة إنما السرعات عنده ليهلة شوية ممكن نستغل السرعات اللي من الجناب يعني إحنا لو قدرنا نخترق من الجناب من عند شديد إناوي وعندنا الجنب اليمين بتاعنا حقيقة ما شاء الله أحمد أو محمد هاني المجموعة كلها اللي بتلعب ناحية اليمين كلها كلها عندها السرعات وكلها عندها الكفاءة أنها تعمل الكورة العادية على أساس نستفيد بضربات رأس الكابتن الحشيش قال عليها نفس الكلام بالنسبة للناحية الشمال علي معدول الجنب الشمال مع رمضان صبح بيعملوا بيعملوا جبها جبها أكثر من رائعة سواء هو أو الشحات بيعملوا جبها جميلة جدا يعني لو عايفنا نستغل للأجناب وصرعات الموجودة والكفاءات الفنية الموجودة ونخترق من الأجناب هنحقق نتيجة جيدة جدا في بداية الماتش إن شاء الله تنساش برضو لفرقة الإنتاج المباراة الأولانية كاسبة وبسكور تنتصف آه فبرضو بيجلب عليها دلوقتي الطابع الهجومي نتيجة للتشكيل الجديد أو التدعمات اللي حصلت من الأفرقة اللي موجودين دولت بالسرعات بتاعتهم فبرضو الفرقة لما بتبقى البداية بتاعتها بتسجل يعني إحنا بلغة كرة بنقول لك الفتحة بتبقى ماشية شوية فموضوع الأهداف ده هيبقى فيه عمل كبير جدا على الاثنين المساكين بكرة خصوصا معه وجود محمد رجب زي ما الكابتن إسلام قال لعيب قوي ولعيب مشاكس بيجيب بالضبط بالضبط بيجيب تمام كابتن فتحي من وجهة نظر حالك دايما بتقولنا إن أي تشكيل يلعب بي هو القاضر الجاهز تشكيل ولا الجاهز ولا مش هتسأل لا لا مش هتسأل طيب الـ 11 اللي ممكن يلعبوا بكرة ماشي لكن هل حيبقى فيه تاكتك معين بيرعب يعني أهم حاجة لو بالشكل ده واللي أنا سمعته من كابتن إبراهيم كابتن حشي بأسلوب كابتن مختار وهو متخوف من الأجنب يبقى حلاق عندي عمقه دفاعي العمقه الدفاعي هيقدر يغطيلي هنا ويغطيلي هنا هتتقفل حتة دي لكن أنا بقول أسلوب اللعب في طريقة لعب وفي خطة المباراة طريقة اللعبة دي عنده سبتة هو ما بغيرهاش لكنه بغير في الخطة في الخطة يعني بالواجبات اللاعبين في المباراة سواء في الدفاع أو في الهجوم الدفاع يعني إيه يعني لما بنفقد الكرة هو بيضغط في الضغط المتقدم الدفاع المتقدم عمره ما بيستناش وراه فسط ملعبه وبيستنى الفرق بيروح يضغط من هناك كل ما تشاته اللي بلعبها دايماً بيضغط من قدام ما بيخلهمش يحضروا لأن فيه كسافة في مكان الكرة اللي بيفقد الكرة في نفس الحتة بيضغط وبيضغطوا كل المجموعة إذن قليل قوي بتلاقي إن مجموعة لعيبة وصلوا للشناوي ما بتلاهاش بتلاهي بس انفراضات بتلاهي مثلاً واحد بيجري مرة ممكن طبعاً مباراة 90 ديئة مش هيفضل كده على طول لكن هو أنميزة بتاعته إن في التكتل ده بينقل الضغط بتاعه للتلت الوسطاني أو التلت الهجومي بتاعهم أو التلت الوسطاني إنه ما يجيبش الفرقة هنا ما بيجيبهاش عنده إزاي بيخلي فرقة قرهبها من بعض وبالتالي بيقدر يضغط فده هو ده الفكر معنى إنه هو بيضغط ضغط وبيقدر قريب من بعد معارة اللعيبة للاختراق طيب ما اخترقوش هم لموهم ولقى المساحة في ظهرهم خالي يا زي ما كابتان حشيش بيقول إنها إحنا نضرب بها هو بيعملها وشفت المشات اللي فاتت الجوال جات من وراء الجوال من الحدتين دولة إزاي لما بيضغطوا عليه هو أي فرقة هتلعبوا دلوقت أي فرقة وبعدين ليه بقول أي أحداشر لأنه هو جرب الأحداشر في واجبات هي هي نفسها يعني شفنا مين بك شمال الماتش اللي فات هو كنا بالظبط بيلعب بيمشي إزاي ووصلنا لفين وصلنا للتمنتاشر إزاي بتعمل وما تحسش إنه هو ده متغير لما كان بيلعب ناحية الشمال نيجي ناحية المين نفس القصة هاني بيلعب أو أحمد فاتح بيلعب هي هي الواجبات هي هي نفس الكن نفس الفكر الفكر واحد وهما بيغروش حفظ جميع اللعيبة تمام في إزا لما هيختار أي أحداشر أنا واثق إن أي أحداشر حينفزوا هذا الكلام وأكتر ما بتضغط على أي فرقة بتبقى فيها رزالة يعني بتدائي الفرقة اللي قدامها بتخلوش يحضروا صح طب لو ما حضروا الصح مش حصولوا الجول هي كمان حتة الاستحواز اللي بيعملها النادي الأهج دلوقتي لها هدف يعني لما بيستحوز إنه بيختار الخصوم وبيجمعهم بيجمعهم في المكان عشان ينقل اللعبة المكان تاني اللي هو ورا المدافعين في الجنب التاني وبالتالي الاستحواز أولا ليه فايدتين أولا بيرخ اللعيبة اللي أنهم بيجروا الكورة وبالذات البدني بتاعهم بيفقد زائد أن أنت بتريح لعيبتك إنهم بيخلوا الكورة هي اللي بتشتغل وبالتالي زائد أنه بيقدر يخلق مساحات يقدر يستغل لها الجانب اللي هو الأعمى اللي هو مش مشترك في اللعبة وبالتالي الاستحواز ليه أهداف وأنا شايف إنه هما أهداف بتالي الاستحواز بتجيب نتيجة نظرا للكلام بردو وأكد الكلام اللي أنت قلت وبينجيب جوان بعد تسعة عشرين تمرية من غير تلاتين تمرية جورة تلاتين جبنة عدناها المباراة الفات تمام عايز أقول عايقبت عشيش عايز أقول بس الناس ما تستغرفش من مين جوه القايمة ومين خارج القايمة الراجل ده إحنا خلال المباراة الأربع مباراة اللي لعبها أعتقد إن إحنا وثقنا فيه وثقنا في قدراته وهو له تفكير في مجموعة اللعيبة دي من يلعب من يبقى خارج البرة فممكن يكون فيه ناس كانت الماتش اللي فات موجودة وأجادت جدا ممكن النهاردة بر القايمة مريح الحاجة معاينة طريقة لعبه معاينة فإحنا وصلين في الراجل ده بعد يومين عندك ما يعني بعد يومين حيبا فيه ماتش تاني ومطولات مختلفة يا كابتن فاتحي برده عشان الناس تبعارفة المدارب له حسابات تانية سواء المباراة محلية في الدور المحلي أو آآ أفريقية يعني تمام بشكر حكي شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أنا بشكر حضرتكم شكرا جزيلا إن شاء الله نلتقي غدا في تمام الساعة السادسة وحلقة جديدة بملعب الأهل